بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم عزائي الطلاب في درس جديد للصف الأول ثانوي في مادة الفيزياء للفصل الدراسي الثاني موضوع درسنا لهذا اليوم يتحدث عن مسائل تدريبية على المتجهات سنتعلم اليوم بإذن الله ونحل مسائل تدريبية على موضوع المتجهات تعلمنا في الدرس السابق عن النظام الإحداثي وقلنا أن النظام الإحداثي هو عبارة عن شبكة مرسومة على شريحة شفافة فوق الرسم التخطيطي للمسألة النظام الإحداثي له مميزات كبيرة جداً وفوائد عديدة هل تعتقد عزيزي الطالب أن الإنسان البسيط لا يستطيع أن يستخدم النظام الإحداثي؟ الآن ومع توفر الجوالات وأجهزة النقال الجميع يستخدم النظام الإحداثي حيث تستطيع شركات الاتصالات أن تحدد أماكن حاملي الهواتف المحمولة أياً كان مكانهم عن طريق النظام الإحداثي فمثلاً إذا كان الشخص موجوداً في هذه النقطة تستطيع الشركة أن تقول أن الشخص سين من الناس يقع عند النقطة 2 وسالب 3 أيضاً نستطيع أن نحدد أماكن القمار الصناعية المرسلة إلى الفضاء إذن النظام الإحداثي نظام مهم جداً ويمثل عن طريق محور يسمى بالمحور المحور الـ X ومحور آخر يسمى بمحور الـ Y حيث يصنع محور Y زاوية 90 درجة مع المحور X هناك ما يسمى بنقطة الأصل وهي النقطة الصفرية التي تكون التي يكون فيها X يساوي صفر وY يساوي صفر أيضاً إذن مرة أخرى النظام الإحداثي يمثل بمحور X وهو محور أفقي له جزء موجب وجزء آخر سالب وأيضاً محور Y والذي يكون عمودي على المحور X ويصنع زاوية 90 درجة وله جزء موجب وجزء آخر سالب جميل الجزء الموجب والجزء السالب للمحور توضح لنا الاتجاهات فقط فمثلاً إذا كان الجسم عند هذه النقطة نستطيع أن نقول أن الجسم موجود في مكان يسمى سالب واحد وواحد حيث أن السالب واحد تشير إلى النقطة التي تكون على محور السالب X والواحد هي عبارة عن النقطة التي تكون على محور الواحد Y وهكذا الكثير جداً من النقاط أكمل الفراغ بما يناسبه عندما يدفع طالبان طاولة في اتجاه اليمين بحيث يؤثر كل منهما بقوة 40 نيوتن فإن فإن متجه القوة المحصلة يساوي كم يساوي متجه القوة المحصلة؟ لنشوف ما بعض هذا هو الطالب الأول وهذا هو الطالب الثاني وكل منهما يؤثر بقوة مقدارها 40 نيوتن في اتجاه لو سألتكم في أي اتجاه ستقولوا في اتجاه X جميل هل هو في اتجاه موجب X أم في اتجاه سالب X؟ لاحظنا في اتجاه اليمين إذن فهي في اتجاه الموجب X كم ستساوي القوة المحصلة لهذين الطالبين نستطيع أن نجدها من خلال هذه المعادلة حيث أن F المحصلة تساوي F1 القوة الأولى زائد القوة الثانية إذن لو جمعت القوة الأولى F1 مع القوة الثانية F2 سأحصل على 80 نيوتن حيث أن الأربعين الأولى هي عبارة عن قوة الطالب الأول والأربعين الثانية عبارة عن قوة الطالب الثاني إذن المحصلة 80 نيوتن إزاحتان الأولى 15 كيلو متر والثانية 25 كيلو متر احسب مقدار محصلتهما عندما تكون الزاوية بينهما زاوية قائمة ماذا نعني بالزاوية القائمة؟ الزاوية القائمة هي عبارة عن 90 درجة لنرسم سوياً الإزاحة الأولى ومقدارها 15 كيلو متر والإزاحة الثانية ومقدارها 25 كيلو متر ركز معي عزيزي الطالب أن الإزاحة الأولى بالموجب والإزاحة الثانية أيضاً في الموجب إذن 15 تكون في اتجاه الموجب X وال25 تكون في اتجاه الموجب Y إذن يريد إيجاد المحصلة المحصلة رح تكون هي عبارة عن المسافة هذه المسافة إذن المحصلة عبارة عن هذا المتجه سنستخدم الآن ما يسمى بقانون فيثاغورس فيثاغورس يقول أن المحصلة تربيع تساوي المتجه الأول تربيع زائد المتجه الثاني تربيع جميل جداً إذن نعوض بالمتجه الأول ومقداره 15 كيلو متر والمتجه الثاني ومقداره 25 كيلو متر الآن نأخذ الجذر التربيعي للطرفين سيذهب التربيع مع الجذر التربيعي ويبقى R تساوي جذر 15 تربيع زائد 25 تربيع وبحسابها سنجد أن المحصلة تساوي 29 كيلو متر جميل ماذا لو تغيرت الزاوية وأصبحت أكبر من 90 درجة أو أقل من 90 درجة الآن درسناها بزاوية قائمة مقدارها 90 درجة ماذا لو زادت هذه الزاوية وأصبحت مثلاً 135 إذن إذا حتان الأولى أيضاً بالموجب 15 كيلو متر والثانية أيضاً بالموجب 25 كيلو متر احسب مقدار محصلتهما عندما تكون الزاوية بينهما 135 درجة نقوم بالرسم أولاً المتجهة الأول 15 كيلو متر والمتجهة الثانية 25 كيلو متر يريد إيجاد المحصلة إذا كانت الزاوية 135 الآن سنستخدم قانون يسمى بقانون جيب التمام قانون جيب التمام لو لاحظنا قانون جيب التمام سنجد أن الجزء الأول منه هو عبارة عن قانون فيثاغورس لكن بما أن الزاوية أكثر من 90 درجة فأني أزيد عليه سالب 2 AB cos theta جميل الآن وأعوض في القانون وقبل التعويض أأخذ الجذر التربيعي للطرفين فبأخذ الجذر التربيعي للR تربيع تذهب الR التربيع مع الجذر ويصبح القانون بالشكل التالي R تساوي جذر A تربيع زايداً B تربيع ناقص 2 A B cos theta الآن أعوض A مقدارها 15 والB مقدارها 25 الكل تربيع ناقصاً 2 في A اللي هي 15 والB 25 مضروباً في cos الزاوية والآن الزاوية عندي هي عبارة عن 135 درجة سأحصل على محصلة مقدارها تقريباً 37 كيلو متر إذن ستكون المسافة تقريباً مقدارها 37 كيلو متر إذن هذه R الآن تساوي 37 اختر الإجابة الصحيحة القوة المحصلة للشكل المقابل تساوي 30 نيوتن 400 نيوتن 460 نيوتن 570 نيوتن بالنظر إلى الشكل المقابل أرى أن الشخص يحرك هذا الصندوق في هذا الاتجاه بقوة مقدارها 430 نيوتن بينما يوجد هناك قوة احتكاك معاكسة في الاتجاه لاحظ أنها تعاكسه في الاتجاه إذن عندما أريد أن أوجد القوة المحصلة يجب أن أنتبه إلى الاتجاهات فأعتبر أن الاتجاه اليمين هو الاتجاه الموجب واتجاه اليسار هو الاتجاه السالب إذن 430 ناقصا 30 ستكون الإجابة هي الخيار بي وهو 400 نيوتن أكمل الجدول المبين أمامك مستعينا بالرسم لننظر جيدا إلى هذا الرسم سنجد أنه عندي متجهين المتجه الأول هو عبارة عن 0.4 كيلو متر والمتجه الثاني هو 0.5 كيلو متر نريد أن نكمل هذا الجدول جميل المسافة المقطوعة للمتجه الأول هو 0.40 كيلو متر نريد أن نوجد المركبة أو مركبة X لهذا المتجه الآن هذا المتجه يتحرك في هذا الاتجاه نريد أن نوجد مركبة X له وهي A X تعلمنا سابقا أنه لإيجاد مركبة A X نأخذ الزاوية من مكان المتجه وحتى محور X 60 درجة وزاوية قائمة مقدارها 90 درجة هذا يعني أنها تساوي 150 درجة إذن محور A X يساوي A مضربا في كوسين الزاوية إذن عندما أعوض فيه في الجدول سيكون بالشكل التالي A التي هي 0.40 مضربا في كوسين الزاوية والزاوية الآن هي 150 سأحصل على مركبة مقدارها 0.35 ولكن باتجاه السالب ماذا عن مركبة هذا المتجه ولكن في محور Y ألاحظ ألاحظ أن A Y تساوي A مضربا في ساين الزاوية 150 وتساوي تقريبا 0.2 كيلو متر الآن نتحدث عن المتجه الثاني اللي هو 0.50 متجه B 0.50 كيلو متر لو أردنا أن نجد مركبة X هي عبارة عن المسافة المقطوعة في محور X ولاحظ أن محور X الآن موازي لهذا المتجه للمتجه B إذن أعوض B المتجه من دون إدخال أي زواية ولكن ننتبه إلى اتجاه حركة الجسم ونضع إشارة السالب أما مركبة المتجه الثاني في محور Y فأجد أن هذا المتجه لم يتحرك وبقي ثابتا عند نفس النقطة إذن مقداره يساوي 0 إذن تعلمنا اليوم مفهوم المتجهات وأخذنا مثال عن نظرية فيثاغورس ونظرية قانون جيب التمام وقانون جيب التمام أتمنى أنه كان واضح وبسيط وسهل هذه مراجع درسنا لهذا اليوم وللتواصل أو المزيد من الدروس الرجاء زيارة عين بوابة التعليم الوطنية شكرا لكم أراكم بإذن الله في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر